رحلت وزارة العمل 250 عاملا وافدا مخالفا وحررت انذارات بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردني الوزارة في بيان صحفي لها قالت إن غالبية العمال المخالفين يحملون تصريح عمل زراعية سارية ومنتهية تسربوا إلى سوق العمل بشكل مخالف ويعملون بمهن مخصصة للأردنيين فقط مدير التفتيش في الوزارة أوضح أن استراتيجيات التفتيش المتبعة على المنشآت تستهدف كافة أصحاب العمل والعمال الوافدة من جميع الجنسيات وبمختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين لمعالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة